أصعد الله مساءكم ومساء الخير للمشاهدين ولضيوفكم الكرام إسرائيل كما رأينا بأنها دخلت في مرحلة حرب استنزافية مع حزب الله وإسرائيل ترغب بالتصعيد لنعلم إلى أين سوف تفضي إليه الأمور ونعلم أنه قد يتم التصعيد في مرحلة كبرى وهذا الأمر قد يضطر إسرائيل إلى السير في هذا المجال وأسرائيليون كثر يرون أن الحرب باتت حتمية لذا بالنسبة لواشنطن فإن التحديات تتمثل في مسعى لعدم توسعة نطاق الحرب ولعل الحرب قد بدأت بين إسرائيل وحزب الله بل الحيلولة دون حدوث حرب إقليمية لذا فإنهم يدفعون باتجاه عدم التصعيد لكن بالنسبة لحزب الله الأمر يعتمد على وقف إطلاق النار في غزة وحتى اللحظة ما زلنا بعيدون كل البعد عن هذا الهدف لذا فإن حزب الله عليه أن يتخذ خياراً أما بجر لبنان إلى مزيد من التصعيد وأسرائيل لديها أكثر من ستين أو سبعين ألف من مواطنيها انسحبوا من الشمال لمدة تزيد عن عام حتى اللحظة فهاء لكن إسرائيل لن تتحمل هذا الأمر في بلد ديمقراطية وتتعرض إلى ضغوط لتغيير الوضع الحالي لذا علينا أن ننتظر لنرى إلى أين سوف تتجه الأمور وكنا قد رأينا ما الذي تجلت عنه الأمور في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر